احتفلت مصر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار عدم ترك أي طفل خلف الركب وقيمت هذه الفعالية في النادي السويسري بالقاهرة وذلك بالتعاون مع مكتب منظمات الأمم المتحدة في مصر حضرها العديد من الشخصيات الفاعلة في مكافحة هذه الجريمة تحتفل مصر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية التضفر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرمة الفرد وتهدد المجتمع يأتي احتفال مصر هذا العام تحت شعار عدم ترك أي طفل خلف الركب باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفا وعرضة للاستغلال من مرتكب جرائم الإتجار بالبشر الأمر الذي يقتضي اهتماما خاصا بحماياتهم ورعايتهم وبهذه المناسبة استضف النادي السويسري بالقاهرة هذه الاحتفالية والتي جاءت بالتعاون مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة في مصر بحضور العديد من الشخصيات الفاعلة في مجالات المجابهة والتصدي للإتجار بالبشر احتفالية دولية بتقيمها أجهزة الأمم المتحدة كل عام ده لمدة عشر سنوات بتتعمل احنا كحكومة مصرية أيضا بندعم هذه الاتفاقي الاحتفالية بنشارك فيها اليوم طبعا كان فيه المنظمات الدولية ولكن أهم من كده كان فيه رسالة من دولة رئيس الوزراء كعادته دي المرة الخمسة سيد رئيس الوزراء بيخاطب اليوم العالمي لمكافحة الإتجار في البشر ومن أبرز ما جاء في احتفالية اليوم هو موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق مكافحة الإتجار بالبشر وهو الآن في طريقه للعرض على السيد رئيسي الجمهورية للموافقة عليها هدفنا الرئيسي هو المنع مكافحة الإتجار بالبشر وكيف يمكننا أن نفعل ذلك هو بأن ضمانة وصول الأطفال إلى تعليم جيد إلى رعاية متكاملة بالوصول إلى هذه الأشياء وهذه المكونات يقلل من احتمالية تعرض الأطفال للإتجار أو نكافح الإتجار بالأطفال أو البشر هذا وتشارك مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر إيمانا منها بأهمية المساهمة الفعالة في التصدي لكل أشكال الإتجار بالبشر أو استغلالهم خصوصا الأطفال والنساء